سعد الله صباحكم مرة أخرى مشاهدين في تداولات سوق اللاسم السعودي ولازال المؤشر على ارتفاع بفعل نتائج المميزة لشركة رامكو في الربع الأول من هذا العام ارتفعت أرباح شركة رامكو بنسبة 30% محققة 81 مليار و 440 مليون ريال نهاية الربع الأول من العام الجاري وذلك مقارنة بأرباح 62 مليار و 480 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي كما حققت ارتفاعا في الإرادات بنسبة 21% ورجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح لارتفاع أسعار النفط الخام وتحسن هوامش أرباح القطاع التكرير والمعالجة وأيضا التسويق وفي سياق متصل أعلنت الشركة توزيع أرباح النقدية على المساهمين بقيمة 70 مليار و 330 مليون ريال هذا عن الربع الأول من العام الجاري